المغفرة من الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة وما من طاعة إلا وهي من أسباب الفلاح وفتح أبواب الرزق ونزول البركات وما من معصية إلا وهي سبب لبلاء وشر وعقوبة وطلب مغفرة الذنوب دعاء عظيم للأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين وقال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وقال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأمر الله نبيه بالاستغفار فقال فسبح بحمد ربك واستغفر وكان قبل موته يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه كما جاء في البخاري هو مسلم وله هو الذي علمنا وقال لنا والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة كانوا يعدون له في المجلس الواحد الاستغفار أكثر من سبعين مرة ترجمة نانسي قنقر شكرا